أبرز ما جاء في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية اليوم نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط حيث عنوانت بولا أسطيح تفاقم نشاط عصابات الخطف والقتل في لبنان وسوريا لا تقتصر العمليات على خطف لبنانيين واقتيادهم إلى الداخل السوري طلبا لفدية بل تشمل أيضا خطف سوريين خلال توجههم إلى لبنان ومن المرجح بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تكون هذه العصابات نشطة على الخطين بغطاء من عناصر أمنيين على جانبي الحدود ولا يستبعد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن يكون عدد عمليات الخطف أكبر مما تظهره أرقام القوى الأمنية اللبنانية على أساس أن الكثير من عائلات الضحايا تلجأ لحل هكذا مسائل من دون الإبلاغ عنها فتسلم الفدية المالية مباشرة للخاطفين متحدثا للشرق الأوسط عن عصابات منظمة تقوم بهذه العمليات بحيث أن هناك من يراقب الهدف ومن ينفذ عملية الخطف ومن يفاوض العائلات يشير شمس الدين إلى أنه بينما ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام عمليات القتل الجنائي من 29 عملية إلى 42 هذا العام تراجعت سرقة السيارات من 328 عملية العام الماضي إلى 185 سيارة هذا العام ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان الكثير من حالات الخطف خلال الأشهر الفائتة على يد عصابة شجاع العلي ولا يستبعد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن تكون عصابة شجاع العلي وراء مقتل المسؤول القوتي باسكال سليمان على أساس أن العلي مسؤول عن معابر التهريب في ريف حمص في المنطقة التي وجدت فيها جثة باسكال وهي منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله في الأراضي السورية ويضيف عبد الرحمن للشرق الأوسط أن قادة عصابات الخطف في المنطقة مدعومون في معظمهم من المخابرات السورية ننتقل إلى الجريدة الكويتية اجتماع موسع في بكركي بحسب ما تشير المعلومات فإن تواصلا سيحصل بين القوى المسيحية المختلفة لعقد اجتماع موسع في بكركي للبحث في تداعيات الجريمة وكيفية تطويقها السياسية للمرحلة المقبلة بينما هناك مساعد من بعض القوى المسيحية للذهاب إلى الالتقاء مع قوى أخرى في لبنان للبحث عن نقاط مشتركة حتى لا يأخذ الانقسام طابعا طائفيا أو مذهبيا وإعادة تقديم ترح سياسية نص على الذهاب باتجاه تسوية سياسية تعيد تشكيل السلطة بشكل متوازن وذلك لمنع تفاق مثل هذه الحوادث التي ستؤدي إلى صدمات في المناطق المختلفة ننتقل إلى الأنباء الكويتية محاولة جديدة لمعالجة ملف النازحين فما هي؟ كشفت مصادر للأنباء أن زيارة الرئيس القبروسي أفضت إلى التفاهم بين الطرفين اللبناني والقبروسي على طرح صياغ حل لمعالجة الأزمة لدى الاتحاد الأوروبي بالاجتماع المخصص للمنطقة في مايو المقبل وأضافت المصادر أن التوجه يقضي بإقناع الاتحاد الأوروبي بالعمل على مسارين يقضي الأول بتخفيف المساعدات للنازحين في لبنان وتقديمها للعائدين إلى سوريا ويتضمن المسار الثاني إشرافاً على مناطق آمنة في سوريا باحتضان دولي إلى أساس ميديا مع ملاك عقيل بين جبيل والجنوب باسيل يتموضع اقتحم النائب جبران باسيل جبهة الجنوب من خلال الإعلان عن توجيه التيار الوطني الحر رسائل إلى سفراء الدول الخمسة عشر في مجلس الأمن ودول اللجنة الخماسية والدول الأساسية في قوات اليونيفل للمطالبة بتحقيق وقف إطلاق نار في الجنوب بمعزل عن غزة في خط سير عكسي لمسار الحزب وفق معلومات أساس وضع باسيل مسبقاً رئيس مجلس النواب نبيه بره وقيادة الحزب في جو خطابه بعد اجتماع المجلس السياسي للطيار ولم يلقى ممانعة سلبية من الجانبين أي محاولة منعه من ذلك من جهة أخرى انطلاقاً من معرفة باسيل بحكم موقعه الحزبي بأن عائلة باسكال سليمان الكبيرة ليست مغطسة أويت بل هناك أجنحة ضمن العائلة قريبة أو منتمية إلى التيار الوطني الحر تعاطى مع ملف باسكال كأنه قضية تعني حزبه أيضاً والبلد برمته مشيراً إلى اتصال شقيق باسكال به بمحبة ومسؤولية من أول وقوع الحادث هنا تفيد المعلومات بأن جزءاً من عائلة سليمان اعترض ضمنياً على الاستثمار السياسي للقوات لمقتل باسكال والتعاطي مع القضية بوصفها شأناً خاصاً بمعراب فقط في معلومات أساس أن غرفة عمليات موازية لغرفة معراب تألفت من باسيل والحجوة في قصفة والرئيس بره ومخابرات الجيش وأجهزة أمنية وصولاً إلى السراي ومرجعيات في سوريا لمحاولة التقصي عن مصير باسكال ثم الضغط على الجانب السوري لتسليم الجونات الثلاثة الذين فروا إلى سوريا في سيارة باسكال بعد رمي جثته في بلدة حاويك السورية إذن حبس وأنفاس يسيطر على المنطقة مع اقتراب الموعد المنتظر للرد الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مصير المنطقة وماذا عن لبنان والخشة من تدعيات أي تصعيد على الجبهة الجنوبية ينضم إلينا الكاتب والصحفي قاسم قصير صباح الخير أستاذ آسم خير لحضرتك لكل المشاهدين كل عام وأنت بخير وأنت بخير أهلا وسهلا فيك معنا قبل الدخول في الموضوع الأساسي استاذ آسم وهو الرد الإيراني المنتظر خلينا نفوت شوي على كيف تقرأ المشهد اللبناني الأمني تحديدا خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت وتسليط الضوء على ملف النازحين السوريين نحن أمام خطر أمني كبير في لبنان بسبب حالة الفراغ التي تحصل نتيجة الوضع السياسي وما حصل ليس فقط من خطف وقتل باسكال سليمان ما حصل لحج محمد السرور في بيت ميري يشير إلى حجم الخرق الإسرائيلي للواقع اللبناني أن هناك إمكانية لفرقة إسرائيلية تدخل إلى لبنان وتستأجر منزلا وتستدرج أحد اللبنانيين وتقتله ويبقى في الشقة لعدة أيام بدون أن يكتشف أحد ذلك نحن أمام خطر يشبه إلى حد ما مرحلة من قبل 1975 عندما شاهدنا أحداث أمنية مهدت للحرب الأهلية في لبنان هناك خوف كبير أنا برأييه وللأسف الخطاب السياسي يؤدي إلى مزيد من التصعيد والتجيش الداخلي يعني حرب دعوة إلى المواجهة والدعوة إلى مواجهة حزب الله وغير ذلك من الشعارات ومواجهة الاحتلال الإيراني تؤدي إلى نوع من تشجيع البيئات سمعنا أمس خطابات خلال تشجيع بأسكب سليمان حزب الله إرهابي عندما يتم توصيف حزب طويل عريض في لبنان بأنه إرهابي يعني دعوة كل المواطنين الذين يختلفون مع الحزب إلى مواجهته هذه خطر كبير إسرائيل تدخل من هذه الواجهة الفراغ الأمني يسمع سواء لنازحين سوريين أو غير لنازحين سوريين لبنان اليوم مكشوف أمنيا رغم أهمية دور الأجهزة الأمنية والتي تسعى لكشف بعض الشبكات التي تدخل إلى لبنان لكن نحن أمام خطر جدي وأنا برأيي إذا لم يتم تدارك هذا الموضوع سياسيا وأمنيا سنكون أمام أوضاع غير طبعية في المرحلة المقبلة طيب بالانتقال إلى الضربة الإيرانية استاذ آسم ما في حدا بيقدر يحدد موعد هذه الضربة ولكن وسائل الأعلام نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنه ساعات قليلة تفصلنا عن هذه الضربة بس مثل ما ذكرت ما حدا بيقدر يعرف أي متى خاصة إيران يعني موصوفة أنه عند ضبط نفس ما بنعرف أي متى ممكن أنه توجه الضربة ولكن بتأديرك هل ممكن أن تكون حجم هذه الضربة هل ممكن أن تؤدي إلى حرب شاملة؟ يعني أولا الضربة الإيرانية مؤكدة وهذا ما أكده قائد الجمهورية الإسلامية في خطبة عيد الفطر عندما هو تولى لأول مرة من سنوات طويلة إلقاء خطبة عيد الفطر وهو حامل سلاحا لأن هذا نوعا من عادة إيرانية حامل السلاح عندما يكون في خطبة عيد الفطر أو خطبة الجمعة وعندما يقول السيد الخامنة أن إيران سترود يعني سترود يبدو واضح خلال الساعات الماضية أن الإيرانيين أبلغوا بعض الدول العربية ووصلت هذه المعلومات الأمريكية أنه إذا قامت أمريكا بالمشاركة مع إسرائيل بالرد على إيران سيتم استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة من هنا يمكن سنتج الأمريكيون أن الضربة أصبحت وشيئة لكن الإيراني يعتمد أولا على أسلوب المفاجأة لأن لا يمكن توجيه ضربة عسكرية في ظل استعداد أمريكي وإسرائيلي للرد على الصواريخ أو الرد على الطائرات المسيرة ثانيا الإيرانيون حسب الملاحظ يلعبون بلعبة الأصاب مع الإسرائيلي يجعلون الإسرائيلي يقوم بحالة استنفار منذ أسبوع تقريبا وهذه انعكسة سلبة على الواقع إسرائيلي حتى تكون الضربة مفاجأة أنا تقديري لا أستطيع أن أقول الأيام القادمة أو الساعات القادمة لكن الضربة لن تتأخر كثيرا وسيتم استهداف الإسرائيلي مباشرة وليس عبر الوكلاء كما يقول البعض أو خلفاء إيران لأن سيلخ منع إيقاد بالعبارة الواضحة والصريحة أن ما تم مجرى في دمشق ليس استهداف أرض سورية هو استهداف أرض إيرانية لأن القنصلية الإيرانية تعتبر أرض إيرانية وهذا اعتداء على إيران ومن حق إيران الرد نحن ننتظر طبعا ليس عندي معلومات حقيقة لكن حسب مصادر الإيرانية التي أتواصل معها أن الضربة قادمة ولن تتأخر كثيرا طب أستاذ آسين ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تلقى بيبتز تبعد أن إيران ترد من داخل إيران من أين ممكن أن يكون الرد إذن من سوريا من ربما هجمات حوثية ربما هجمات على سفرات إسرائيلية حول العالم ماذا في المعلومات؟ أنا حسب معلوماتي أن الضرب سيكون من إيران وأن الإيرانيين يستعدون يوم ويجهزون سواء على المستوى الصريف أو الطائرات المسيرة طبعا هذا يتطلب التجهيز اللوجستي لأنه مسألة ليست سهلة لأنه ليست دولة بمعنى قريبة من إيران تحتاج إلى كيلومترات طويلة إسرائيل في حالة استمفال لأنه أي ضربة إذا لم تكن ضربة قاسية ومؤذية لإسرائيل ستسمح لإسرائيل بضرب كل سفرات إيران في المنطقة ولا تجد من يرد عليه أما بالنسبة للمناطق الأخرى نحن أساسا في حالة مواجهة اليمن تخوض مواجهة العراق لبنان إذا تصاعدت الحرب وهذا أدى إلى استنفار قوى الحليفة لإيران في المنطقة في حال ردت إسرائيل على الدربة الإيرانية وتوسعت الحرب أنا برأيي كل الجبهات ستكون احتمال اشتعالها لكن فعليا وعمليا وحسب أكثر من مصدر الإيراني أن الرد سيكون إيرانيا وهذا ما أكده حتى سيد حسن نصر الله في آخر خطابين له لأنه لا يمكن لإيران أن تتكل على أحد بالرد على اعتداء جراء على أراضيها مباشرة هذه نقطة مهمة وهذه لها علاقة حتى بالمنطق الإيراني الداخلي ما يسمى الكرامة الإيرانية لكي تبقى إيران قوية تجاه مواطنيها على الأقل أو تجاه العالم أن لا تسمح لأحد بالاعتداء عليه لكن قدمت صحيفة جيريزالين بوست تحليل لأنواع الهجمات التي يمكن أن تنفذها إيران من بين هؤلاء السيناريوهات أن تدفع إيران بحزب الله إلى توسيع الجبهة في الجنوب بحيث إسرائيل بتصير بتواجه حربين حرب من الداخل من الجنوب مع حماس وحرب شمالا مع حزب الله كيف تقرأ هذا الكلام؟ حسب معلوماتي حتى الآن حزب الله حريص على عدم الذهاب إلى حرب واسعة وهذا ما حصل خلال الأشهر السبتة الماضية إلى اليوم يعني منذ بدء حرب غزة الرغم حجم الضربات التي تتلقاها حزب الله ولبنان طيلة الأشهر الستة وسقوط عدد كبير من الشهداء حزب الله حريص وهذه طبعا برسم كل لبنانيين الذين يتهمون حزب الله بأنه يريد أخذ لبنان إلى حرب حريص على ضبط النفس أقصى درجات ضبط النفس طيلة أشهر الماضية وأكد أن المصلحة الوطنية هي التي هي التي تتحرك أو تحرك أدائه في المرحب أنا لا أعتقد أنه في هذه المرحلة حزب الله سيكون بعمل لخدمة إيران بالمعنى الأولاد لكن إذا تعرض لبنان إلى اعتداء إسرائيل حزب الله جاهد ولكن فعليا إيران هي التي سترد إلا إذا صعدت إسرائيل الجبهر كلها وهذا ما يريده نتنياه منذ فترة وحزب الله مستعد حسب معلوماته لأي توسع للجبهة في حال قمت إسرائيل أما أن يكون تصعيد الجبهة فقط لمساند إيران غير مستبع لكن هذا المقبل بالوضع بغزة كذلك كلما تصاعدت العمليات في غزة حزب الله يصاعد عملياته في الجبهة الجنوبية اليوم نحن نواحد في الأيام الماضية يعني في تراجع بنسبة العمليات أساسا وطبعا أمس ممكن صار في إسرائيل روسع الدائرة للإستهداف إلى منطقة الجبهة لحان وعرمتها لكن حزب الله عملياته لا تزال تقليدية في الأيام من خلال عيد الفطر وبعد عيد الفطر هلأ ماذا سيجد في الساعات أو الأيام قليلا لا حد يستطيع يمتلك معلومات لكن حزب الله جاهز لأي توسع للحرب من قبل إسرائيل الكاتب السياسي والصحفي قاسم قصير شكرا جزيلا لك عن هذه المداخلة